السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في حصة اليوم سنضير نموذج آخر من نماذج الفروض الخاصة بمستوى الخامس ابتدائي إذن هذا الفرض في مكون التربية الإسلامية إذن نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول أكتب من صورة الحاقة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة إذن سنكمله وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إحتل الأول موت في كاتب الخطأ إذن وما أدراك ما الحاقة كذبت تموذ كذبت تموذ وعاد بالقارعة فأما تموذ فأهلقوا بالقارعة وأما عاد فأهلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام حسومة فترى 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 القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاء فِرْعَونُ وَجَاء فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةُ إذن حاولوا تكبروا خطكم باش جيكم مقادم عاها إذن صدق الله العظيم بيتو تكتبوها وَالْمُوتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةُ أكتبوها غندوزو دابا الشرح أشرح الكلمات الآتية عندنا كلمة الحاقة إذن الحاقة هو اسم من أسماء يوم القيامة إذن اسم من أسماء يوم القيامة إذن اسم يوم القيامة عندهم جمعة من الأسماء من الأسماء كيف الحاقة ريح صرصر يعني ريح عاصفة ذات صوت شديد إذن ريح عاصفة ذات صوت شديد نمر إلى السؤال رقم 3 أذكر أركان الإيمان 6 أركان الإيمان 5 أركان الإيمان 6 أمن أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر يوم الآخر والقدر خيره و شره إذن هذو هما أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام رمع روفا الشهادتان الصلاة يعني اللي كنعرفو من الرود بماذا يكرم الله عز وجل المؤمنة الصالح إذن باش كيكرم الله عز وجل المؤمن الصالح يكرمه بدخول الجنة إذن يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة أو بالعيشة الراضية يوم القيامة إذن يكرمه إذن يكرمه بدخول الجنة جزاء ما أتى من أعمال صالحة جزاء ما أتى يعني ما فعل من أعمال صالحة صالحة أو ممكن يكرمه بالعيشة الراضية يوم القيامة سنمشي دبل الاقتداء والاستجابة والسؤال الأول من أول امرأة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أول الطفل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن من الأطفال علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيب بصحيح أو خطأ أول امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها خطأ إذن خديجة رضي الله عنها علي بن أبي طالب هو بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح تزوج علي رضي الله وعن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطم الزهر صحيح سأل نقص رقم 4 يمكن مل الجدول السؤال لك نقص في الفرد اللغة العربية نقص سترجع للصندق الوصف الخاص باللغة العربية تمر رقم 3 تمرين رقم 3 تمرين كتبت سهو لذلك سترجع إلى صندق الوصف ستجد التمرين ترجع 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 نقص رقم 3 في مكون تركيب زهن ترجع رقم 4 الصلاة حكم وقت عدد ركعات رغيبة الفجر حكم هل هي مفروضة لمسنونة سنة مؤكدة مسنونة حكمها مسنونة وقتها بعد طلوع الفجر وقبل الصبح يعني قبل صلاة الصبح يعني تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل الصبح وعدد ركعاتها ركعتين لدينا صلاة الوطر أثنت فجر سنة مؤكدة وقبل صلاة وطر سنة واجبة مفروضة قبل صلاة الفجر عدد ركعاتها تكون صلاة فردية بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر وعدد ركعاتها ركعة واحدة ثم تحية المسجد هي صلاة مسنونة وقتها عند دخول المسجد عددها ركعتين الصبح صلاة مفروضة من بداية طلوع الفجر إلى شروق الشمس وعدد ركعاتها أيضا ركعتين نمر إلى القسط والحكمة السؤال الأول في إطار أنشطة تعاون القسم قررتهم إنشاء صندوق للتضامن اكتداء بسيدنا موسى عليه السلام ومن خلال قصته مع ابنتي شعيب التي تعرفت عليها كيف يمكن أن نستغل موارد صندوق التضامن يمكن استغلال الموارد في شراء ملابس أو اقتناء لوازن مدرسية الخاصة بالتلاميذ المعويزين إذن يمكن استغلال موارد الصندوق في شراء بعد شراء الكتب واللوازن المدرسية لفائدة التلاميذ المعويزين وأيضا شراء حتى الملابس إذن إذا كانت في أموال كتيرة ممكن نشري اليوم أيضا الملابس إذن بصفة عامة هذا الصندوق كيكون في خدمة الأطفال المعويزين يعني الفقراء سؤال ثاني سمعت خطيب الجمعة يقولوا أن النساء شقائق الرجال من خلال ما فهمتهم من كلامي الخطيب أجيبت على السؤال التالي الخطيب لهم الجمعة قالوا أن النساء شقائق يعني بعالا بحالهم بحال الرجال في الحقوق يعني عندهم نفس الحقوق إذن كيف arose نكون مقدر للمرأة من خلال تمرين إذن أجيب عاليا السؤال والتالي وأكون مقدرا للمرأة إذا هل أكون مقدرا للمرأة؟ إذا إذا احترمت رأي المرأة سأكون مقدرا لها إذا قللت من شأنها احتقرت تفكيرها قدرت كفاءتها نعم إذا كانوا هادهم الأجوبة الخاصة بالحصة دي اليوم في مكون التربية الإسلامية موعدنا في حصة مقبلة بحول الله إذا في الحصة المقبلة وما تنسوش نرجع لسوندق الوصف وشوفوا ذاك تتمرين أنا غنحط لكم الجواب دياله